على غير العادة تضمن لقاء وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والصيني وانجي في بكين الاثنين بدل التحيات الدبلوماسية المعتادة والتأكيد على الحاجة للتعاون بين بلديهما حدة في التصريحات وتبادل للاتهامات وانجي قال خلال استقباله بومبيو إن الجانب الأمريكي يصاعد باستمرار النزاع التجاري مع الصين كما تبنى أيضا سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بملف تايوان بما يضر بحقوق الصين فضلا عن توجيه انتقادات لا أساس لها لسياسة الصين الداخلية والخارجية وأضاف وانجي بأن ذلك شكل هجوما مباشرا على الثقة المتبادلة وألقى بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية مطالبا الجانب الأمريكي بالكف عن هذا النوع من الإجراءات التي وصفها بالخاطئة بدوره قال بومبيو الذي كان يطلع وانجي على مجريات زيارته لكوريا الشمالية ولقائه بزعيمها بأن لديهم خلافات جوهرية بشأن الملفات التي ذكرها نظيره الصيني وعبر عن قلقه العميق بشأن الأفعال التي اتخذتها الصين وأنه يتطلع لأن تسنح الفرصة لمناقشة كل مهمة خلال زيارته لبكين من جانبه قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ما زالت تتوقع تعاون مع بكين فيما يتعلق بجهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية معتبرا الصين الحليفة الأساسية لبيونج يونج وفي السياق اختلف بومبيو مع وانج بشأن الجانب المسؤول عن إلغاء حوار أمني ثنائي كان من المقرر عقده في بكين هذا الشهر وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس صعد الأسبوع الماضي من حملة الضغط على بكين لتتجاوز الحرب التجارية واتهم الصين بالقيام بجهود خبيثة لتقويد التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابة النصفية للكونغرس وبارتكاب أفعال عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي